وأما الكافر فلا شفاعة فيه ولا تقبل فيه شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين فالكافر لا تقبل فيه شفاعة واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا شفاعة هذا في الكفار الكافر لو بذل أموال الدنيا يريد الفدية ما يقبل منه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء العرض ذهباً ولو افتدى به ما يقبل منهم عدل وهو المال الذي يفتدون به أنفسهم ولا يقبل فيهم شفاعة أحد بل هم قطعاً من أهل النار خالدون مخلدون فيها ترجمة نانسي قنقر